لدى الملك لا تريدك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك حجاج بيت الله الحرام ما أحلاها من كلمات نبدأ بها إحرامنا وقد وقفنا في حلقة ماضية على كثير من المعاني في هذه التلبية وكنا قد وصلنا إلى مكة المكرمة ودخلنا إلى الفنادق وحطينا الرحال هناك طبعا الإنسان يأخذ عقصة من الراحة إن شاء على حسب المجموعة التي يكون فيها ولا يقلق لأن هناك له غرفة وله سكن فلا يدخل في جدال ولا يدخل في مناقشات لا ينسى كونك أو لا تنسى كونك محرم وأن أضعف شيء هو الجدال أنت منهى عنه فما بالك أن تصل إلى الخصومات وغير ذلك أكثر من التلبية فإن كنت تنتظر فاجعلها أوقات غنيمة بأن تكتر فيها من الذكر ومن التلبية بعد ذلك ستتجهون إلى الحرم وستدخلون إلى الكعبة الشريفة بنية الطواف طواف القدوم أو طواف العمرة فربما أطوي أنا المراحل وفقط ننصح هنا أن لا نركز كثيرا على السنن والمستحبات فقد لا تتأتى المهم أن تركز على الفرائد والواجبات وتؤديها على أكمل وجه بجانبها الروحي ندخل إلى الكعبة الشريفة ولها بهاء عجيب ولها جلال عظيم لذلك في بعض الأحيان بعض الناس تنسى حتى عندما تقف أمامها الدعاء نحاول أن نعيم بعضنا البعض فهذا يذكر وهذا أيضا يرشد وهكذا حتى تكون المجموعة متعاونة تدخل إلى البيت من أجل الطواف أولا لابد أن تفهم يا حاج يا حاج شيئا أن البيت الحرام أو الكعبة الشريفة لها أربعة أركان ركنان كلاهما قائم على قواعد سيدنا إبراهيم عليه السلام وهو الركن يعني الذي فيه الحجر الأسود فيه يعني هو قائم على قواعد سيدنا إبراهيم وفيه أيضا الحجر الأسود لذلك يجوز تقبيله واستلامه وعندنا أيضا الركن اليماني وهذا قائم أيضا على قواعد سيدنا إبراهيم لذلك يجوز أيضا استلامه لكن هناك ركناني وهما الركنان الشاميان لا يوجد أي توجيه من النبي صلى الله عليه وسلم في أن نمسهما أو نتقرب إليما ونقبل أو شيء من هذا القبيل فلذلك لابد أن تفهم بأن الطواف عبارة أو المقصد من الطواف هو التعبد والتعبد بمعنى لا نزيد من عندنا شيء ولا ننقص من عندنا شيء لابد أن نلتزم كما أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم وسنة النبي صلى الله عليه وسلم أن الطواف يبدأ باستلام الحجر الأسود فهذا سنة ولكن تقبيله في باقي الأشواط هو مجرد مستحب فلذلك أنا أقف هنا أولا عند نقطة مهمة جدا بالنسبة للركن اليماني وبالنسبة للحجر الأسود يعني يسن استلامه المسح عليه ثم التقبيل أو إن تمكنت من التقبيل فلا بأس من ذلك أيضا يعود كلا هذين الفعلين أن تشير إليه من بعيد الحجر الأسود له مكان عظيم جدا فقد صحت فيه الأحاديث أنه حجر نزل من الجنة وأنه كان أبيض كبيض الثلج ولكنه سود من معاصي وذنوب الناس وفي ذلك عبرة لنا فإذا كان الحجر وسود من المعاصي والذنوب فما بالقلوبنا فلذلك أمرنا الله تبارك وتعالى أن نبتعد عن الذنوب والمعاصي فيتسود القلوب وتجعل حجب تمنعنا من الهداية الحجر الأسود أيضا جاء فيه أنه يوم القيامة يأتي وله عينان يبصران وله لسان يتكلم يشهد لمن استلمه بحق وأيضا جاء في الحديث أنه من قبله أو استلمه واستلم الركن اليماني أنه يحط الخطايا حطا إذن أجر كبير جدا أي نعم ولكن في كل الوضعيات يجوز يعني يكون هذا الأجر ثابت فعندما تقبله أجرك ثابت عندما تمسه أجرك ثابت وعندما تشير إليه من بعيد دون التقبيل طبعا لأن التقبيل يكون في حالة المس فقط فإنك ماذا تأخذ نفس الأجر الفرق بين الوضعيات هاته أنك عندما تشير له من بعيد يا حاج يا حاجة فإنك تأخذ أجرك وأجرك ثابت وأنت مطمئن عليه ولكن اليوم مع الزحمة الشديدة عندما أنت تزاحم الناس لتصل إلى الحجر الأسود فإنك تؤدي فتفعل ما حرم الله سبحانه وتعالى وأنت أقل شيء محرم عليك الجدال فما بالك أن تؤدي الناس بالنسبة للحاجات جزهم الله خيرا مزاحمة الرجال محرمة هناك تكون أشد تحريما وأشد قبحا وشناعة عند الله تبارك وتعالى تلك لا تفكر النساء في مسألة المزاحمة حتى تصل إلى الحجر الأسود حتى أن الإمام مالك عليه الرحمة وردوان استحب للمرأة الجميلة إذا دخلت مكة وكانت نهار استحب لها أن تؤخر طوافها إلى الليل هذا اتقاء للفتنة فما بالك أن نجد نساء وهي مادة تزاحم الرجال لتصل إلى الحجر الأسود أنا رأيت بأم عيني إمرأة تضع رأسها لتقبل الحجر وراجل يدخل رأسه أيضا الخد عند الخد فمن قال بهذا؟ ونحن في عبادة عظيمة جدا كالطواف فلذلك لابد أن ننتبه لهذه النقطة أنت من بعيد من الأول أدخل عازم على هذا أنت في حالة إحرام فمن بعيد تشر إلى الحجر وتبدأ طوافك ولا ننسى دائما حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي قاله حين وقف أمام الكعب يوم الفتح فنظر إلى الكعب وقال لها أنت حرام ما أعظم حرمتك وما أطيب ريحك ولكن عند الله يعني أعظم منك أو أعظم عند الله منك المؤمن إذن أخوك المؤمن هو أعظم يعني حرمة عند الله من البيت فلا تقدم هذا على ذاك نبدأ الطواف الطواف سبعة أشواط وقلت أن المقصد الأساسي منها الطواف هو التعبد وبالتالي لابد من الالتزام يبدأ من الحجر الأسود واليوم يعني الحمد لله موجود هذا العمود الأخضر الذي يعين الإنسان عندما يكون هناك زحام شديد فأنت تعرف من أين تنطلق وحتى الذي يعني يغم عليه قلنا يستطيع بسهولة أن يعرف من أين ينطلق لا تنطلق قبل الحجر ولا تنطلق بعده لابد من الالتزام في هذه الأشواط السبعة على أيضا الحاج أن يتنبه لنقطة بعض الحجاج غفر الله لهم يجدون الحجر فيجدونها غنيمة أنه موجود كيف أدخل للحجر فيدخل لابد أن تفهم أن ذلك الحجر هو جزء من الكعبة وأنت مطالب تعبدا أن تطف حول الكعبة ليس داخلها حين ذلك ذاك الشوط الذي قطعته لتدخل للحجر هو شوط ملغة أيضا بعضهم قبل أن يتم يعني الشوط حتى يعني الشوط الأخير قبل أن يصل إلى الحجر محاداة الحجر الأسود تجده ماذا يخرج من الطواف أيضا ذلك الشوط الأخير ملغة أيضا فلابد إذن الانطلاق تكون من حجر الأسود والنهاية تكون عند الحجر الأسود ماذا يسلنا في الطواف يسلنا في الطواف الدعاء وكل أنواع الدكر يمكنك أن تذكر الله سبحانه وتعالى وأن تتني على الله تبارك وتعالى المهم عندنا مقصد مهم جدا أيضا من الطواف وهو الخشوع وشغل القلب بذكر الله تبارك وتعالى وأي شيء يلهي عن هذا فالابتعاد عنه أولى من بينها لا تقلد من ترى من الناس في بعض الأحيان ترى مجموعات تطوف ويترفع صوتها بالدعاء تشوش على خشوع الناس والأصل أن الدعاء لا يكون هكذا فأضعف الإيمان أو أقول أقصى ما تصل إليه أنك تدعو وتسمع نفسك نحن نقول ليوجد دعاء بعينه إذن قلنا حتى لا نشوش على الناس رفع الأصوات بالأدعية أو بالأذكار الأصل فيه ألا يكون وهذا من حديث النبي صلى الله عليه وسلم حين كان في سفر مع الصحابة فإنه سمعهم يرفعون أصواتهم بالتكبير فقال أيها الناس اربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصما ولا غائبا إنكم تدعون سميعا بصيرا فإذن الدعاء يكون هكذا أولا تأدبا مع الله ثم بعد ذلك حتى لا يعني نذهب خشوع الناس وأيضا في بعض الأحيان تجد بعض الناس هواتف تتكلم فيها في بعض الناس تنشغل ببعض الشخصيات التي تكون تطوف يعني غير معقولا نترك ملك الملوك وننتبه لبعض الشخصيات أو لبعض الملوك الأرض فالهاتف الوحيد الذي يكون يعمل يومها هو القلب يرسل رسائل ربانية إلى الله تبارك وتعالى ومن الأجمل أننا نكتب هذه الرسائل بدموعنا فالمقام عظيم جدا وجليل حاول أن تستغله قدر المستطاع قلنا بالنسبة للأدعية بعض الحجاج يتأسفون أنهم لا يقرؤون بعض الحجاج يلتزمون بكتاب هكذا ويبدأ يقرؤون فالأصل لا يوجد أي دعاء ذاك كله اجتهادات من بعض العلماء من بعض الدعات حتى يدعو الدعاء الوحيد الذي يتأكد هو ما بين الركن اليماني وبين ماذا وبين الحجر الأسود ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار هذا هو الدعاء الذي يتأكد وأيضا هناك دعاء عند مقام إبراهيم أشارت إليه السيد عائشة رضي الله عنها حين يعني أو في حديث الذي رواها الإمام الطبراني عليه الرحمة وردوان تحدثت عن نزول سيدنا آدم عليه السلام وهو حديث للنبي صلى الله عليه وسلم أنه حين نزل وتاب توبته الغظيمة وقف هناك بعد أن صلى ركعتين وقال دعاء عظيما حين قاله الله تبارك وتعالى رد عليه وأجابه قال يا آدم لقد دعوتني دعاء ما دعاني به أحد من دريتك إلا استجبت له وذكرت في روايات أخرى الكثير من المعاني في هذا الدعاء وهو قوله يعني دعاء عظيم جدا يتناسب مع التوبة العظيمة جميل أن يقال هذا أيضا فهو ينبئ على الإخلاص الشديد لله تبارك وتعالى ماذا قال سيدنا آدم أو أبونا آدم قال ربي إنك تعلم سر وعلانيتي فاقبل معدرتي وتعلم ما في نفسي فاغفر لي ذنبي وتعلم حاجتي فاعطني سؤلي اللهم إن أسألك إيمانا يباشر قلبي ويقينا صادقا حتى أعلم أنه لن يصيبني إلا ما كتبت لي وردني بما قسمت لي فالرضى بالقسمة هو أكثر ما يصل إليه الإنسان لأنه رأس الخير كله في هذا الطواف يعني علمنا أساشدتنا للذي يخفل عن الدكر يخفل عن الدعاء أن يقسم أشواطه فليجعل الشوط الأول يذكر فيه ماذا التناع على الله حاول دائما أن تتهم نفسك أنسب إليك كل معاني وكل صفات النقص وأنسب لله كل صفات الكمال فهذا من أتم الثناء على الله تبارك وتعالى وصلي على رسول الله أدعو في الشوط الأول لنفسك في الشوط الثاني لوالديك في الشوط الثالث لأولادك في الشوط الرابع لخلانك وأصدقائك في الشوط الخامس لأمتك لبلدك للأمة الإسلامية ككل ونحاول أن نجمع على هذا الدعاء للأمة وللبلد وهكذا عندما تقسم تكون دائما حاضر القلب وهذا هو المقصد منه الطواف هو خشوع القلب بعد ذلك تأتينا يعني صلاة ركعتين خلف مقام إبراهيم وربما يعني الأستاذ رباح معنا اليوم ويفصل لنا بعد ذلك فيما بقي من واجبات العمر بركتم دكتورة شكر الله لك على هذه الرحلة الروحانية في تلك البقاعة الطاهرة ما أجمل أن يبقى القلب حاضرا والذهن مستحضرا لذلك الهدف وتلك البوصلة التي طوينا المسافات لأجلها التي غادرنا فيها الأهل والبلد والأحباب والخلان وبذلنا فيها النفس والنفيس الغالي والرخيص الوقت والجهد والمال لنصل إلى تلك البقاعة الطاهرة مستغرب كل الغرابة أن يفقد الإنسان بوصلته بمجرد الدخول إلى مكة فإنشغل كما أشارت الدكتورة في مسألة توزيع الغرف ومسألة تشويش الحجاج في ذلك الله سبحانه وتعالى في أول آية بدأ فيها بذكر الحج في سورة الحج قال إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله هنا بيّن الله تعالى نقطة مهمة وهي صدهم عن سبيل الله صد الذين كفروا عن سبيل الله معنى الصد هنا يشير إلى معنيين دقيقين المعنى الأول هو منع الناس من الوصول إلى البيت الحرام هذه أولى والثانية وهي أشد وهي إعراضهم عن معاني المسجد الحرام إعراضهم عن تلك النفحات بهموم الدنيا بمشاغل الدنيا بخلافات بسجالات كما تفضلت الدكتورة بالانتباه لبعض الشخصيات التي تطوف هذا نوع من الإعراض والله أذكر يوم كنا في مكة أعادني الله وإياكم إليها سالمين اقترح علينا بعض أساتذاتنا أن نزور أحد أهل الصلاح والخير في ضواحي مكة فعقدنا العزم عدد من الطلاب وذهبنا مع شيخنا إلى لقاء ذلك الرجل الصالح دخلنا وجلسنا جلسة فائدة وعلم معه وكان لينا الجانب تواضعه واضح قربه بين في تلك الجلسة دخل أحد القراء العالميين المشهورين أيضا رغب بزيارته بعض الإخوة الذين معنا غريب أنهم ينشغلوا عن ذلك الشخص الذين نزوره بذلك الوجه الطارئ الذي جاء ذلك القارئ المشهور والله أصبحنا يعني بعض الإخوة الموجودين أصبحنا في حرج شديد من ذلك الرجل الصالح كيف نزوره ثم يأتي يعني وجه مشهور فيلتفتون إليه عن صاحب البيت هذا المشهد نقع فيه في بيت الله الحرم يوم نعرض عن رب البيت بالانشغال ببعض عباده ببعض ضيوفه هذا لا يليق به سبحانه لا يليق أن ننشغل بالكون عن المكون ولا بالخلق عن الخالق ولا بصاحب البيت ولا ننشغل عن صاحب البيت بالضيف هذا مما لا يصح بعد أن طفنا واستحضرنا تلك المعاني وانتبهنا أن لا نصد يعني لا نعرض عن المسجد الحرم هذا الإعراض ربما يكون شيئا من التشويش وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدي تشويش مشوش الذهن يطوف وهو مشوش شرع الله لنا في الطواف أن نتكلم لا كالصلاة لكن هذا الكلام لا يأخذني عن فسحة الطواف لا يأخذني عن تلك المعاني إنما يكون بالدعاء إنما يكون بالتوسل إنما يكون بالمناجأة إنما يكون بالاستذكار إنما يكون بما يقربني من المولى سبحانه وتعالى فذلك الصد قد يكون تشويشا وقد يكون عادات اعتدناها فالله سبحانه وتعالى لما وصف بلقيس قال وصدها ما كانت تعبد من دون الله بعض المفسرين قال صدها تعودها على عبادة غير الله بعضنا تعود أن يحمل الجوال ويأخذ نفسه الصور فهذه العادة التي اعتادها تأخذه فيصد عن المسجد الحرام يعني يعرض عنه بتصوير أماكن الجمال في البيت الحرام بتصوير نفسه مع الشخصيات والله يعني يندل جبين لبعض الصور من البيت الحرام تجد أحدهم يعني قد أعطى ظهره للكعبة وتصور مع أحد المشاهير والله أنت في هذا المكان لغير هذا أنهيت طوافك واستكملت ذكرك توجهت إلى مقام سيدنا إبراهيم ذلك الرجل الذي أمره الله تعالى أن يطهر بيته للطائفين والعاكفين والركع السجود وأنت خليفته في ذلك البيت مسؤولا عن هذا التطهير فيكون تطهيرا للمحسوسات وتطهيرا للمعاني تطهيرا أن لا يشم منك حاج رائحة كريهة وأن لا يصطر منك تصرف مزعج ولا أن نلوث الحرم بما تحمله أقدامنا من بعض غبار الطريق بل نجتهد على أن تبقى الأقدام نقية والقلوب نقية صلينا الركعتين ونحن نستحضر هذا المكان كم فيه من المهابة وكم فيه من جبر الخاطر كم من إنسان جبر الله خاطره والله أعرف رجل عنده ابنه قد أعياه وأتحبه بفساده بمشاكله من مركز للشرطة إلى مركز لمعالجة المدمنين إلى صحبة سيئة هذا الرجل عزم وذهب إلى البيت الحرام وقال يا رب ابني فلان أريده منك أريده منك يا رب رده إليه والله الله تعالى أصلح حال ذلك الولد ورده إلى أبيه بدعوة صالحة في هذا البيت كم من دعاء مستجاب أخي لا تضيع عليك ذلك الدعاء المستجاب صلينا خلف المقام ثم توجهنا إلى زمزم فقط أستاذ رباح أريد أن أنبه لشيء ليس بالضرورة خلف المقام مباشرة بعض الناس تدخل في ذحام إنما جهته نعم أو في أي مكان من الحرم المهم أنه ماذا أن تصلي هذه الركعتين بهذه النية لك نفس الأجر وديما أوصي النساء بشيء أنها لا تزاحم الرجال حتى في مسألة الصلاة فهي تحب أن تكون خلف المقام فأنت في أي مكان بعيد تستطيع أن تصليها لا تصلي بجانب رجل ولا تصلي أمام رجل حاولي دائما خلف الرجال فإذ جاء رجل وصلى خلفك فلا ذنب عليك اليوم بالنسبة لركعتين خلف مقام إبراهيم هناك مكان مخصص للنساء من الخلف تماما اذهب هناك وصليه بقلب وجل لأن أثناء الصلاة مع الرجال تجد نفسك تسرعي فحتى هذا الشعور بإجلال الله في النفس يذهب بسبب هذه السرعة ثم نتذكر أن فضل صلاة ركعتين بعد المقام كأنك كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم كأنك حررت رقبة حررت إنسان من بني إسماعيل أنظر إلى هذا الشرف فلذلك الإنسان لا يفرط فيهما أيضا وإنما أن يكونان أيضا بقلب وجل معادلة بسيطة ننهي بها هذه الحلقة عندي فرض وعندي سنة وعندي محرم إذا أردت أن أؤدي فرضي بالوقوع بمحرم هنا تنزل الرخصة حتى لا أؤدي فرضا فأقع في محرم فما بالك إذا أردت أن أؤدي سنة كركعتين سنة الطوف خلف المقام فهل يجوز لي أن أقع في محرم وهو إذاء المسلم في بيت الله الحرم لأجل أن أقدم لله سنة هذا لا يقبله الله سبحانه وتعالى ونحن لا نريد إلا القبول من الله سبحانه وتعالى نصيحة ختامية أخي الحاج إذا لهف قلبك لشيء في البيت الحرام فاسأل صاحب البيت قل له يا رب هيئ لي أن أقبل الحجر يا رب هيئ لي ركعتيني في حجر إسماعيل يا رب أريد أن أصلي خلف مقام إبراهيم فيسره لي والله ستجد من الله معونة لا تخطر لك على بال أنا أحدثك والآن أرى ذلك الشرطي الذي أمسكني من ردائي وقربني إلى الحجر لما خرجت من الفندق وقلت يا رب خاطري أن أقبل الحجر فيسره لي والله وقفت بعيدا جاء ذلك الشرطي وأمسكني من ردائي وقربني إلى الحجر وقال لي اغنم هذا يد الله في ذلك الحرم فاسأل الله سبحانه وتعالى إذا رغبت في شيء فصاحب الدار سيبلغك حيث أردت ننهي عندكم دكتورة تلك الحلقة التي طفنا فيها في ذلك السنة نعم ما زلنا مع فرائد أو واجبات العمرة إن شاء الله نكملها الحلقة القادمة إلى ذلك المواد سلام الله عليكم جميعا ورحمته تعالى وبركاته اشتركوا في القناة